السلام عليكم في عالم وكسرقه ما زل ما عندنا فيديو يشاهدنا القناة مسلسلة تحديات فوتو درافت وعن التحدي اللي بهاي الحلقة انه نختار اسرع لاعب يجينا مع عدل كابتن طبعا راح يكون من اختياري فاتماني انكم تدعمونا بزر لايك تشترك بالقناع اذا ما كنت بشترك ويلا بسم الله ندخل على طول على الدرافت ونشوف التشكيلات يا حبيبي ان شاء الله تجينا تشكيلات وحلو حلو فيه تشكيلات الصراحة كويسة هاي التشكيلة أيضا كويسة خمسة اثنين اثنين واحد اربعة ثلاثة ثلاثة اشوف انها افضل تشكيلة يعني صراحة ممكن تساعدنا بشكل كبير ايضا فيها اجنحة فرح نختار الكابتن باسم الله الكابتن ووووووووووو ما في والله مافي لعبين كويسين في نيمار يعني صح انه كويس لكن كنت ريد اترك مركز نيماري ممكن يجيني رونالدو ازرق فراح اخد حتى كوادرادو مايفان ريف لاعب يعني ما ياخد مركز لكن كاجنحة كله رايح يعني لو اخترت اي لاعب رح يروح مركز الجناح فرح ناخد نيمار طيب نبدأ بالمركز الاستي بسم الله اسرع واحد يجينا اللي هو جابا ديني فخليني ناخده يلا يا رب ميسي ازرق او بيل ميسي ازرق او بيل او ميسي عادي وجانا بيل عادي بيل طبعا اسرع من ميسي فخليني ناخد قارث بيل ويلا بسم الله خط الوسط الاول اه عن اسمه طيب خلينا ناخده طيب خلينا نترك خطوط الوسط لانه صراحة يعني ما اتوقع ان يجيني شي اه شوف اسرع لاعب سرع دو واحد وسبعين من المدافعين كويس يعني لكنه يعني اعتبر اسوأ واحد فيهم او تاني اسوأ واحد فعال العموم خلينا نروح للمركز اللي بعده يارب يجين شي كويس وما في شي كويس عنا هذا طيب مركز الطهير اليسار بسم الله اه ويليامز عنا هذا ماريو روي او ريو والله ما اعرف اسمه بالضبط طيب لغاية الان مافي والا خط اصفر بالتشكيله ولا اخضر ولا ايشي كله احمر يا رب يا رب يا رب داني ازرع وووو داني عادي يا الله راح لنا داني الفيش وفليبلان وجانه هذا بيريس ماكن تريد هذا اللعب لكن يلا كويس يعني نوعا ما ننتقل الى خط الوسط تاني او بببببببببببو مين 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 كانت و كانت و كانت و كانت هذا اللاعب النشبع في اللعبة تلاعب كل مكان في ملعب جدا ممتاز CDM يا رب هاتشنسون او سانسون هذا هو أسرع لاعب تقريبا هاها من النسخة العادية ومعرف لل اربجرد طيب مركز الحراسة رح تركه الان دعونا نروح لمركز الاحتياط بسم الله وأسرع لاعب عنا يحاول بيلرين ما فيها كلام طيب اللي بعده بسم الله عن هذا ارميرو طيب ظهير بالدول الايطالي ممكن يمفعنا لبعده يا حبيبي او مور والله مور نزله ابغريت شي كويس سرعة 87 يعني سرعة كويسة الصراحة ايضا لبعده او مختريان مختريان حلو حلو مختريان شوف تاقات يعني تاقاته بال 80 اخوة شي جدا مبتاز لبعده يا حبيبي او تيو تيو حلو طيب يلا بسم الله لبعده عن او كومان كومان كويس يعني الريتنج عنده 81 اعتبر كويس نوعا ما يا رب يجيني 듯يباندوسكي او بوكبع على الاقل يا الله ويجينا حاتم بنعرفة طيب ياني كويس خمس نجوم مهارات صحا بنا Resource 5 نجوم شي كويس نوعا ما لبادو بسم الله يا رب يا رب 열� where Ill give you a all الله 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 صينا بإ consi ni�나 saint tu ist يكمل ويجينا لاعب ذالت خرافي ااا معدي صح ولا لا عندنا هذا الظهير الليلعب توتنهام طيب آخر مركز ما قبل الحراس وباسم الله يا رب شي كويس يا رب كربخال حلو كربخال حلو اوو عنا كربخال وناني وتريم موليناس فارح نشوف فوالله ما اعرف مين اختار بالظبط لكن اظن انه تريم موليناس بيكون خيار افضل من كربخال او رح اخذ خلاص رح هناخد كربخال مو مهم طيب بالنسبة للحراسة ريد حارس من الدوري الاسباني والله ما اعرف هل ريد حارس من دوري الاسباني ما شفت التشكيل أساساً عنا من الدوري الإسباني عنا من كل الدوريات تقريباً فرح نشوف بس المدافعين اللي عنا فرح أخلي دوري فرنسي لو فيه واحد دوري فرنسي فيه كيفين تراب خلينا ناخده طيب وعنا خلينا نروح الحارس الثاني الاحتياط لو جاني حارس من الدوري الإسباني بيكون كويس طبعاً الحارس ما فيه يعني سرعة فبختارها شوائياً يعني أو أي شي فرح ناخد عدد أدريان مثل ما انت شايفين الكيميستري مضروب على الآخر فالآن بضبط تشكيله وبرجالك فمثل ما انت شايفين هاي هي الصور النهائي للتشكيلة بعد ما ضبطناها الصراحة هجوم التشكيلة جداً خرافية يعني شوف ميسي أزرع رونالدو أزرع ونيمار شي جداً ممتاز ايضاً خلال جداً لكن الدفاع فيه مشكلة يعني بصراحة يعني شوف قلوب الدفاع جداً تعبانين وعن الحارس يعني كويس نوعاً ما فأول ما تبدأ المباراة راح أحول كانتي لسي دي ام وأطلع هذا اللاعب ونزل مكانه اللي هو مختريان وراح أنزل تقريباً هاد بغيريز مكان هذا الظهير ومعرف يعني إيش راح أسوي التبديلات الثانية في الله على طول خليني نروح المباراة بإذن الله نفوز بهذا التحدي فمثل ما انت شايفين هذا هو خصمنا بالتحدي وبسم الله ندخل ونشوف تشكيلتك يا حبيبي والله الدفاع يعني كويس نوعاً ما عند راموس من أوتاماتشو وتانيلو يا الله تيريش تيقه نزل قولتا شي كويس عند ميسي الثلجي وأيضاً جانت ميسي ميسي يو الله هاد اللعب. فا يلا ناخل المبارا على طول. الله من لمسي. ماسي. يا الله. يا الله على العرضه. يا اله شوف 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 العرضه كيس. عارضة وهدف خراف من مسي لسه المباراة بدايتها و على طول هدف الله عليك. ولا حسب. دانيلو هس ؟ سجل الى دانيلو سجل هدف نفسه من اليوم ودانيلو سجل هادف نفسه الله عليك أوه ببببببب يا الله لا 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 رح 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 غايتان يا حلو حلو ضعت الله عليك يا مختر يا سلام عليك يجب أن تخبئ explor يجب ان تمام الهضوى تج vec usa هذه سورة هذه Ronaldo ويتها اكثر من dropped الله يا دينين لو متعود تسجل هداف في مشكلة يعني بالتشكيلة انه رونالدو ما عجبني ابدا في مركز ال S-T فراح اخلي مكانه ميسي ممكن يعني انه يعمل معانا فرق واخلي اللي هو نيمار خط وسطه بل كجناح ونحول نيمار اللي خط الوسط الثاني ان شاء الله يعني نحاول انه نكون يعني افضل بهي الخطة وخليني الان نروح نكمل المباراة الله عليك يلا الله 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 عليكم على هالباس يا ميسي الله عليك على هالباس يا ميسي احتفل يا نيمار مع ميسي يا الله على الباس الاسطوري شوف شوف والله يشوف الباس من ميسي كيف هدى الكرة ولعبها باس شوف فتح الدفاع فتح الله عليك يا ميسي ونيمار اكيد ما رح يضيع ونجيب هدف ثاني يا حبيب يا الله يا الله الله عليك يا ادريان لعب بارج زبس عشان نحن متقدمين بدافين ومناسين. يا الله طلع. طلع طلع. وقف المباراة الخاص وقف المباراة. وانسحب. وقف المباراة وانسحب. يعني جاهدت انسحب بداية التسعين. شوف عنا نيمار اا ما عطونا نجم المباراة يعني هو يعتبر نجم المباراة بس لانه انسحب عنا نيمار وبعده ميسي رونالدو بال يعني ما وميسي عمل أسس توني مار سجل هدف مع أنه المفروض يعني الهدف الأول هذا ينحسب لميسي اللي حسبوه على دانيلو ما لي متأكد بالضبط إن كان لميسي يعني ولا لا فعنا 11 رجمة 6 على الـ goal 54% فشي جدا ممتاز والحمد لله فزنا بهذا التحدي فيعني بس شوق صناعية الفيديو أتمنى الفيديو يعجبكم أعطينا لايك واشترك بالقناة وكتب لي تحت التحدي يعني اللي تريدين تشوفها الحلقات الجاية من هاي السلسلة فبس هذا الكنان دي اليوم أشوك على الخير في دعا جاية في أمان الله